بهذا الفيديو رح نفتعرض معكم سماعات البلوتوز i7s يلي بتأتي مع باور بنك ورح نشوف ميزات السماعات ورح اخبركم شو السبب يلي خلاني اختار هاي السماعات تميزها عن باقي كل سماعات البلوتوز الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم من جديد طبعا مثل ما قلنا رح نفتعرض سماعات البلوتوز i7s طبعا رابط شراء السماعات اذا اردتم شراء السماعات وتصلكم لبيتكم رح تلاقوا رابط الشراء اسفل الفيديو في الوصف طيب اول ما نجيب السماعات بتجي على هذا الشكل هيك العلبة بتكون طبعا رح نشوف شو محتويات العلبة طبعا انا اول شي منشيل الباور بنك يعني الباور بنك بداخله بتجي السماعات وفي عنا يعني بيجي هون يعني وصلت usb لشحن السماعات طبعا بيكون في كتالوج ايضا اسفل العلبة طيب شو هي ميزات السماعات وشلون تشتغل وليش انا فضلتها عن باقي السماعات طبعا رح شيل الغلاف طبعا عنا هون هذا الزر هون رح نضغط عليه الضغطة في اول مرة فقط رح يبدأ بشحن السماعات رح يعطينا اللون الاحمر بس تمتلئ السماعات فرح تضوي باللون الازرق اوتماتيكيا ورح يتم اطفاء الباور بنك اوتماتيكيا نحن ما رح نعمل شي غير انه فقط نضغط على الزر اول مرة فقط وباقي ما باقي خلص اوتماتيكيا نضع السماعة بتشحن بنخرجها خلاص بنقوم استعمالها بشكل يعني اوتماتيكيا طيب عنا هون الان رح نجرب على الهاتف يعني الميزة الحلوية اللي فيها انه انا بمجرد ما اخرجت السماعات من داخل الباور بنك رح تشتغل السماعات اوتماتيكيا هي بتكون مطفية ورح تتصل بالهاتف ايضا اوتماتيكيا مطلوب ملاحظين يعني بمجرد ما اخرجت السماعات اتصلت مطلوب ملاحظين ايضا كيف مجرد ما رح رجحها الى الباور بنك مطلوب ملاحظين الباور بنك الان اه مطفي. لمجرد ما رح ارجحها رح هيشتغل ورح تبدأ بالشحن. طبعا رح تبدأ السماعات بالشحن اوتماتيكيا. ويعني رح ان نتركها على جنب. اوتماتيكيا رح تشحن ورح يفصل الباور 2009 بس ينتهي مثل ملاحظين يعني لحالة تم ايقاف تشغيل السماعات هاي الميزة انا اللي حبيتها بالسماعات طيب هيك الية العمل بشكل اوتوماتيكي طيب راح تسألوني شو الميزات تبع السماعات فهمنا انه بتشتغل السماعات وتطفي اوتوماتيكيا وتشحن اوتوماتيكيا ونحن معلنا غير انه نخرجها نتسمع ونرجعها شو الميزات طبعا الميزات هي موجودة على العلبة بالاسفل يعني متل منلاحظين اه صوت السماعات انا بقلكن صوتها قوي جدا وصوتها رائع طبعا في اصدارات اي تين يعني في اي تين يعني اكتر من اي سبعة ولكن هاي انا السماعات اللي وجدتها متوفرة عندي حاليا اه ولكن كلها نفس الشي ولكن فقط تحديث على البطارية يعني متل منلاحظين البطارية بتطلع حوالي واحد امبير او اقل بشوي اه في عنا اه اصدار البلوتز الموجود داخل السماعة هو البلوتز خمسة اصدار بلوتز حديث ومداء بعيد يعني لحوالي اتناعشر متر متل منلاحظين بطلقط يعني احنا راح نحط الجوال على الطاولة واذا مشينا بالبيت لمنسفة اتناعش متر راح يدل الصوت اه متصل على السماعتين طيب اه بالنسبة للشحن اه الشحن بيقعد ثلاث ساعات يعني كان بنا هني هذا الشيء اذا جينا لانه شحن الباوربانك فا اه ساعتين تقريبا بين الساعة وبين الساعتين لحتى يمتلق الباوربانك والصوت انا عجبني كتير كتير صوت السماعات خرافي جدا مو دعاي للسمعات ولكن صدقا انا عجبوني السماعات كتير رابط شرائهم اذا احببتم امتشروهم حوالي 19 دولار في يعني سوق امازون او السماعات الاصلية من ابل يتراوح سعرها بين 30 دولار وال50 دولار هاي من شركة صينية تقليد تماما لسماعات الاصلية ولكن الجودة قريبة منها بتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو